بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين درس جديد من دروس رياضيات الخاصة بالمستوى الأول التموضع في المكان هنا جدادة خاصة ببناء المفهوم فالهدف من الدرس بصفة عامة هو أتعرف مفاهيم تنظيم الفضاء داخل، خارج، فوق، تحت، على، أمام، وراء، بين يعني مفاهيم خاصة بتنظيم الفضاء ثم أحدد موضعي بالنسبة للأشياء وموضع الأشياء بالنسبة لبعضها فكما جرت العددين دائما نبدأ بالحساب الذهني وهنا ممكن أن أتعرف العدد الذي قبله والعدد الذي بعده العدد في البطاقة يعني توظيف البطاقات ماذا يأتي بعد أربعة ماذا يأتي قبل أربعة وهكذا بالنسبة للتقويم الشخصي ممكن أن يتقويم قدرة المتعلمين على تحديد موقعهم وموقع الأشياء يوجد مثلا أحمد يوجد بين فاطمة وعلي مثلا أو أين يوجد القلم أضع القلم على الطاولة ويأقول أين يوجد القلم يوجد القلم على الطاولة هذا فقط تقويم تشخيصي بالنسبة للوضعيات الإدرك會 هنا هنا ثلاث وضعيات يتأيني التوظيف ثلاث وضعيات الوضعي الأولى هي تعرف الخطوط المفتوحة ومثل هنا خط مغلوق خط مفتوح ثم خط مغلق ثم أستعمل خيط مثلا مغلق أو آخر مفتوح لتقريب الفهم بدلا أن أرسم الخطوط أقوم بتوظيف خيط ثم أرسم خط مغلق وأوجه المتعلمين مفاهيم داخل خارج لاحظوا معي خط مغلق فالأقرص هنا داخل الخط المغلق المثلتة خارج الخط المغلق ثم المربعات على الخط المغلق فهنا مفاهيم داخل خارج أعلى بعد ذلك الوضعية الثانية تعرف مفهوم فوق تحت ثم أعلى فهنا أرسم خط هكذا ثم أضع مجموعة من الأشكال فممكن هنا أقول المثلتات توجد فوق الخط المغلق المستطيلة والمربعة على الخط المغلق ثم الأقرص تحت الخط المغلق وهكذا أدرب المتعلم على مفاهيم فوق تحت على تعرف مفهوم أمام وراء بين هنا الوضعية الثالثة ممكن أن يتوظف الفضاء القسم أين يجلس مثلا عالي يجلس أمام أحمد مثلا وبين يعني عالي أو مراد ويسين يعني حسب أسماء المتعلمين وهكذا مثلا أقول كذلك يعني كسؤال من يوجد أمام أحمد وعالي أو من يوجد وراء عالي أو من يوجد بين عصام وأحمد مثلا حسب يعني أسماء المتعلمين ثم توضيب وضعيات مختلفة واحدة المتعلمين على التعبير عنها ثم يعني إنجاز الوضعية المقترحة في الكتاب المدرسي يعني في الكتاب المدرسي هناك وضعية مقترحة خاصة ببناء المفهوم يعني مفهوم درس التموضع في المكان هكذا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر